رجعنا معاكم كاملين باجي فقراتنا لليوم وأول ضيف معنا رح يكون اليوم رئيس رابطة الشباب الكويتي السادة فلاح الخالدي حياك الله ومنورنا يحييك نور نورك حياكم الله حياك الله كيت في البداية السادة خلنا نتكلم عن فكرة تأسيس رابطات الشباب نعم رابطة الشباب الكويتي أولا حاب أن أشكركم على هذه الاستضافة واهتمامكم بالشباب رابطة الشباب الكويتي تأسيسها سنة 2009 كانت عبارة عن مجموعة شبابية هوات القراءة ثم تحولت الفكرة إلى خدمة المجتمع من خلال الأنشطة اللي نقوم فيها ممتاز انتقلت خدمة المجتمع يعني أكثر شيء يمكن تقدمونك وحق الشباب اللي بنتكلم عنه ونوضحها لمشاهديننا أكثر شو نتقدم الرابطة للشباب بشكل عام؟ رابطة أول شيء حاب أن أقول لكم شعار رابطة الشباب الكويتي مجتمع متعدد وطن متجدد تهدف رابطة الشباب الكويتي إلى خدمة المجتمع كثر ما تقدر من خلال الورش اللي نقوم فيها يقدمونها محاضرين وديكاترا مختصين إضافة إلى الشباب اللي حاب يقدم مواهبة ويبرزها مثل الأنشطة التنية الثقافية البيئية الصحية الأدبية والشعرية مستاذي ما أنا أنتو عندكم هذه الخدمات المجتمعية مثل ما نقول وهذا رابطة يعني هذه واحدة من أهم الأهداف اللي أنتو حابين أنتو تصلوا لها قلنتكلم عن أكثر الفعاليات اللي أقمتوها في المجتمع أو حتى الفعاليات اللي تشاركون فيها كل بين فترة وفترة في المجتمع سوينا العديد من الفعاليات مثل الفعاليات البيئية زرعنا 300 شتلة في حديقة مشرف وحديقة القاتسية إضافة إلى ورشة نواة المجتمع نواة المجتمع تتكلم عن مشاكل المجتمع والأسرة وتطرح الحلول المشاكل الزوجية والأسرية إضافة إلى الأنشطة الرياضية الأسبوعية كل سبت صباحا التمارين الرياضية والمشي والدراجات الهوائية إضافة إلى هل نشاركون في المناسبات الوطنية وغيرها؟ نعم نشارك في المناسبات الوطنية إضافة إلى سوينا تجمع الجامعات داخل المدارس عشان يستفيدون منها الطلبة وانتساب إليها سوينا بعد أنشطة فنية ومستمرين إن شاء الله إن شاء الله نشوف النجازات التي تتكلم عنها أمور كثيرة نفتغر فيها أن عندنا ناس في الكويت تتكلمون مثل هذه الأمور ولكن شنون تصف لنا أثر هذه الرابطة على شاب الكويتين المهوبين خاصة؟ الأثر إيجابي جدا خصوصا إذا قدمنا للشباب ورش كيفية التعامل مع حياة كيفية التعامل مع ضغوط العمل هنا يساعد الشباب أن يقدم كثير ما يقدر يقدم أبرز مواهبة للمجتمع من خلال رابطتنا وهذا هدفنا أن نوقف مع الشباب ونساعد الشباب أن يقدم اللي يبيه اللي يقدر عليه وهذا هو نعم بما أنه استاذي تكلمت عن الأنشطة والفعاليات اللي يتقدمونها ما شاء الله يعني ما أخضى جوانب مختلفة ما بين الشيء الرياضي الثقافي البيئي وغيرها فأكيد كثير من الشباب عندهم هذه النزعة في خدمة المجتمع يبون أنه يشاركون في هذه الفعاليات معاكم بما أن هذه الخطة عندكم فأكيد الواحد ما رح يحس في الروتين المعتاد في الأنشطة وغيرها شو ممكن الشخص ينضم معاكم من خلال هذه الرابطة؟ آليتنا سهلة بسيطة جدا أنه يتفضل معنا يوم الأثنين يشوف شنو آليت عملنا ونقعد معاه ونشوف شنو رغبتها ومدى رغبتها في العمل التطوعي وشلون تعامل معاه في العمل التطوعي يتواصل معنا عن طريق الانستجرام وتويتر وما رح نقصر بالشباب بالأكس هذا يشرفنا ويقضر شام عضو عندكم في الرابطة؟ تقريبا عشر عضاء من عشرة إلى ثنائش عضو ضمنانا شاء الله أنت ما رح تقصروا مع كل شخص رح يقدم أو قاعد يشتغل معاكم يبادر في هذه الرابطة ولكن شابنا الكويتين موهوبين وايد عندنا في الكويت ولكن نبيركز شنو اللي ينقص شبابنا خصا الموهوبين اللي قاعد تكلم عنهم نعم اللي ينقص شبابنا الفرصة الفرصة إضافة إلى ذوي الخبرة علشان يوصل الشاب إلى الطريق المناسب والمسار المناسب علشان يقدم أفضل ما لديه بشكل جيد يعني أنه يقدم كثير ما يقدر من عن طريق الخبرة وإضافة إلى الفرصة مع شوية إعلان هذا اللي ينقص الشباب نعم شنو ما بين أكثر الأشخاص اللي التقيت فيهم من أكثر شخص شفت عنده هذه الطاقة للإبداع وكان شخص متميز وإذا كان معاكم في الرابطة وحتى شفتوه شارككم في واحدة من هذه الفعاليات والله العديد من الشباب يعني وايد وين مركزين دائما نشاطهم هو كلما كان النشاط سهل وبسيط الشباب رح يروحوا له أكثر مثلا نشاط الفني النشاط الفني يبيل شوية أغراض ورقة وغلم ورسم هني الشباب يروح لنشاط هذا النشاط الأدبي ورقة وغلم النشاط الرياضي الرياضي تكون للجميع ولا تنسين الشباب الكويتي بالكويت بالذات متعودين على أدابانا والفنيين اللي عندنا والرياضيين اللي عندنا من أمور صحيح ممتاز شو النشاطاتكم اللي رح تقومون فيها إن شاء الله والفعاليات القادمة خلال لشراء أو سنة 2017 من جهزات أنتم خططين لها عندنا نشاط تبرع بالدم إن شاء الله رح نسويه لسبوع يوم السبت القادم بأنوان حياتهم بانتظارك التبرع بالدم هذه حملة تبرع بالدم حملة الأخيرة سويناها في ذكرى الغزو نحاول كل سنتين نسويها والأنشطة الرياضية طبعا مستمرة كل سبت صباحا إضافة إلى الأنشطة القادمة كل أثنين إن شاء الله رح تكون بعنوان الثقافة الجنسية في جميع الثقافية النسائية بمغرار رابطة الشباب الكويتي نعم أستاذي من اللي قاعد يسوي لكم هذا الجدول للأنشطة والفعاليات اللي تسوينا كل بين فترة وفترة والتنقلات ما بين المجالات سواء كان بيئي ثقافي أو حتى فني وغيرها عن طريق تواصلنا إحنا من المجموعات التطوعية عن طريق الشباب أيضا حاب أن يقدم شيء إحنا نقول لحياة كلا ما نكسر معه شيء بس إننا نكأدويان نشوف شليه حاب ليغدمه وديكاتر يغدمونها مختصين ممتاز الرابطة هذه اللي بنعرف عنها أكثر هل هناك في أقسام معينة أنتم وزعين نفسكم كأعضاء في الرابطة أم رئيس واحد وخلاص الأعضاء كلهم بدون أقسام معينة؟ وهو في أقسام طبعا هو على حسب موهبة الشخص يعني مثلا هناك شاطر بالإعلام نخليه يكون بالإعلامية هناك شاطر في العلاقات العامة نخليه يكون العلاقات العامة أنا كنت بس أشيل وحط كنت أجتهد بالشغل وبالعلاقات العامة مثلا نعم هل تبحثون دائما على أنتم تكون مشاركين أو متعاونين مع جهات قد تكون جهات خاصة أو حتى جهات حكومية من خلال الفعاليات التي تشاركون فيها وتقيمونها أو لا؟ بالعكس نحن شرفنا أن نتعاون مع الجهات الحكومية والجهات الخاصة لكن هذا شغلنا كلها من جي من الخاص نعم نتمنى أن نشوف جهة حكومية أو جهة خاصة أن تدعم رابطة الشباب الكويتي لأن هذه الرابطة الشباب الكويتي تهدف إلى خدمة المجتمع وتجعلها مجتمع راقي كثير من أكثر ببنى الله أستاذ خلاح كلمة أخيرة توجهها لكل الشباب اللي عندهم موهبة حابين يقدمونها للمجتمع الكويتي أو الوطن العربي بشكل عام عندهم موهبة ولكن خايفين أو في حاجز يبون يكسرون في شن اللي عليهم أنه يسمونها نعم كويت قدمت لنا كل شيء فإحنا نرد لها الجميل من خلال التطوع والتطوع هذا شيء إنساني يهد بالنفس يعني من دون ما نشوف الشخص شنو قبيلته شنو طائفته شنو مذهبه شنو دينه ونتمنى من الأسرة أو الأم والأبو يشجؤون الشباب أو أولادهم لهذا الشيء التطوعي وحياكم الله برابطة الشباب الكويتي عن طريق الإنستجرام وتويتر الله حيث ومشكورين على هذه الاستضافة وأشكركم حياك الله يعطيك العافية أستاذ فلاح الخالدي رئيس رابطة الشباب الكويتي يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله من خلال هذه الرابطة يعافيك ويخليكم حياكم الله الله حييكم وفق يا رب مكملين حوارنا أن أسار مع ضيوفنا ولكن فاصل صغير ورادين